والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية باقى من أخبار المال والأعمال بصحبة رغدة أبو ليلى ليكي رغدة شكرا لكم شكرا إلهام نمر ومحمد عبدالي إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري وأوضح المركز الإعلامي أنه لا صحة لا اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال الشهر الجاري أو على استمرار الدعم التمويني مؤكدا انتضام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم كما تم منذ شهر سبتمبر 2022 صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة ستة أشهر وصل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب عقد مباحثات مكثفة مع مسؤول الحكومة ومجتمع المال والأعمال بالشبونة جاء ذلك خلال زيارته الحالية للبرتغال للعمل على توسيع أطر التعاون المشرك في مجال الاستثمارات بين الدولتين وأوضح عبدالوهاب أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تطوير العلاقات الاستثمارية لتواكب التقارب السياسي بين البلدين خاصة مع التغيرات المتتابعة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي تطرح مزيدا من الفرص نحو التكامل من أجل زيادة القدرات الانتاجية والاستفادة من المزايا النسبية التي تمتع بها البلدان أشار وزير البترول طارق الملة إلى أن هناك فرصا جيدة للوصول بامدادات الغاز المصري لجنوب شرق أوروبا من خلال بلغاريا في ضوء تتشين خط أنابيب للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان وخلال لقائه وزير الطاقة البلغاري روسين ريستوف بحث الملة أوجه وفرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والطاقة من جانبه أبدالوزير البلغاري رغبة بلاده في أن يكون الغاز المصري أحد الروافد المهمة بتلبية جانب من احتياجات بلغاريا من الغاز الطبيعي المسال في ظل العلاقات التاريخية المتميزة والحرص على توسيع أطر التعاون خاصة في مجال توريد الغاز المسال والطاقة بصفة عامة أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الصافي لإحتاطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 16 من مئة بالمئة أضاف البنك المركزي أن صافي الإحتاطي النقدي بلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له إلى سوق المال حيث تباين أداء مؤشرات البرصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعة ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد وربح رأس المال السوقية 3.4 مليار بنيها ليغلق عند مستوى 694.12 مليار بنيها أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9.923 نقطة ليتفع بنسبة 88% ليغلق عند مستوى 10.010 نقطة كما فتح مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2229 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 61% عند مستوى 2215 نقطة وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3167 نقطة ليتراجع بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنصف أبيك وشركائهم في إطار تحالف أبيك بلاس في ختام اجتماعهم على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا بنوفمبر ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لأبيك بلاس كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق وهذا أكبر خفض منذ دروة تفاشي جائحة كورونا عام 2020 نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى إلهام ومحمد شكرا لك رغدا أبو للا على هذا العرض